اشتركوا في القناة ثلاث صفوف اللي قدام يستمتعون بالفخامة واللي في الوسط او في الصف الثاني يستمتعون بالفخامة واكيد اطفالك اللي في الصف الثالث رح يستمتعون بالفخامة وانت كقائد لهالسيارة الفخمة رح تستمتع بالمحرك الستة سلندر التنفس الطبيعي ورح تعيشون حياة من الفخامة واللي هي الانفينيتي الكيو اكس سكستي وقبل ما ندخل في حلقتنا احب اشكر الشركات اللي شاركوا معنا في الموسم الثاني واكيد الرعاة علامة الانفينيتي اتحفتنا في 2012-2013 تقريبا طلعت سيارة عائلية طبعا مبنية على نفس شاسي الباثفايندر او النسان باثفايندر او الشاسي اللي يسمونا الدي بلاتفورم نفس الشاسي اللهم ان السيارة هذي بتكون فخمة طبعا اول ما نزلوها تقريبا اول سنة كان اسمها الجاي اكس بعدها تغيرت المسميات في الانفينيتي فصار اسمها الكيو اكس سكستي السيارة هذي من اجمل السيارات اللي طلعت في ذلك الفترة وفعلا كان لها بصمة جميلة في عالم السيارات الفخمة سيارة عائلية وفخمة وعملية وفيها تكنولوجيا الانفينيتي اللي متعودين عليها في سيارات الانفينيتي وتعطيك عنصر الفخامة وعنصر الاداء الجميل وما خلتها من المحرك الممتع والمحرك اللي موجود في المكسيما اللي هو 3500 سي سي طبعا موجود في الالتيما وموجود في سيارات كثير ونفس تكنولوجيا المحرك اللي نشوفها في سيارتهم الشهيرة الزد والجيتيار اللي يسمونه الفي كيو او هو يعتبر احد انواع محركات الفي كيو الشهيرة واستمر معنا هذا الموديل من الالفين واثناش الى تقريبا الفين واثنين وعشرين يعني السيارة عاشت عشر سنين اكيد مرت بمراحل فيسلفت اكثر من مرة او تغييرات منتصف العمر اكثر من مرة تغييرات على قولتهم داخل السيارة او خارج السيارة ولكن التغيير الجديد اللي صار في الالفين واثنين وعشرين صراحة انه كبير جدا وخلت السيارة تروح في عالم اخر اولا لا زال نفس الشاسيه اللي موجود في الجيل الاول موجود في الجيل هذا واللي يعتبر ممتاز وعملي نفس المحرك اللهم انه طوروا فيه تكنولوجيا بحيث انه يوفر في استهلاك البنزين فلح نشوف عندنا محرك ثلاثة فاصلة خمسة لتر ستة سلندر تنفس طبيعي رح يعطيك ميتين وتسعة وسبعين حصان ثلاثمية وخمسين نيوتن متر العزم القير وهنا الكلام القير من شركة زد اف وقير شفناه في سيارات المرسيدس وقير جبار وقوي واعتمادي جدا تسعة سرعات جير تماتيك فالاشخاص اللي كانوا يقولون السي في تي وموضوع السي في تي الجيل الجديد تخلى عن السي في تي وحولوا الى الجير التسعة سرعات التماتيك طبعا غير التصميم الخارجي الانفينيتي اشتغلت على السيارة هذه من تحت البدي فرح نشوف عندك نظام تعليق مختلف كليا على اللي تعودت عليه في السيارة القديمة رح نشوف شكل خارجي جديد مختلف كليا عن اللي تعودت عليه من سيارات الانفينيتي او رح نشوف الهوية الجديدة من سيارات الانفينيتي الداخلية عالم ثاني فيليت انكم تاخذون فنجال القهوة وتخلونا ناخذ هالمواضيع وناخذ التفاصيل كل على حدة لو ناخذ تصميم السيارة الخارجي الجميل ان اليابانيين قالوا احنا رح نحط بصمتنا وتراثنا وعاداتنا في تصميم السيارة هذه الخارجي لو نبدأ اول شيء من الاضاءة رح تشوف تصميم داخل الاضاءة ما اخذينها من الكيمونو لو تشوف الشبك الامامي او القرل الامامي نفس الشيء ما اخذينه من الاوريغامي كلها عندهم العادات والتقاريد اللي اضافوها على شكل السيارة الخارجي لما تطالع فيها وتركز فيها وتوقف قدام السيارة وتاخذ الكرسي فعلا رح تشوف العادات والتقاريد اللبس الياباني التصاميم اليابانية موجودة في مقدمة السيارة حتى في الاضاءة بتشوف فيه سواء كانت في الامام او في الخلف رح تشوف كأن فيه ازارير البيانو لمسات جميلة كأنه قاعد يقولون لك السيارة هذه فعلا حقت الفنادق الخمس انجوم او حقت الاوبرا انك تروح تستانس في الميوزيك ولما ترجع سيارتك رح تشوف نفس الشيء موجود في الاضاءة الامامية والخلفية لو تناظر حتى لو كانت واقفة تحس ان السيارة هذه قاعدة تمشي خصوصا السقف اللي بيكون اسود مهما كان لون السيارة طبعا بيكون في بعض الفئات ولكن الفكرة في الجرأة في تصميم السيارة اللي خلولك فيه كروم وفيه فوق سقف يكون اسود يعطيك طابع رياضي ويحسسك ان السيارة فعلا مضغوطة ويعطيك حرية الحركة حتى ان السيارة قاعد تتحرك وهي فعلا واقفة حتى الجنوط والرنقات رح تشوف شغل رهيب وقصة جديدة ومتطورة وتكحيلة ولا اروع في الرنقات اللي بتكون 20 انش ولو تجي من خلفية السيارة رح تشوف تصميم ولا اروع لا يقل روعة عن مقدمة السيارة وعن جنب السيارة رح تشوف الاضاءة خصوصا في الليل اللي تعطيك شكل الكيمونو واكيد رح تعطيك قصة في خلفية السيارة بحيث نتبين لكن فعلا السيارة من الخلف في شغل مصمم قاعد يقولك انا قاعد اتفنن في شكل السيارة ولما تفتح باب الانفنيتل QX60 رح تتفاجئ بتصميم ثلاث الأبعاد يفاجئك بقمة الفخامة انواع الجلود انواع الخشب الكروم اللمسات اللي فيها فخامة استثنائية لما تلمس الأماكن اللي موجودة في الطابلون أو في الأبواب أو في الكنسول اللي في الوسط أو الكراسي أو حتى السكان رح تحس فعلا السيارة هذه سيارة فخمة تليق بعلامة الانفنيتي لو بيشوف شاشة الساق حتكون شاشة بالكامل 12.3 إنش وتقدر انك تختار الوضعية اللي تناسبك سواء كانت القيادة الاقتصادية أو القيادة العادية أو القيادة اللي بتكون رياضية واللي تبه تستانس وتنبسط في المحرك الستة سينندر مع القير التماتيك التسع سرعات السكان أو الدركسون رح يكون شكله رياضي ومكسب الجلد وفيه كل التحكم اللي انت تحتاجه سواء كان مثبت السرعة أو تتحكم في الشاشة اللي قدامك أو أنك تتحكم في أنظمة الريديو والساوند سيستم اللي رح نتكلم عنه بعد شوي الشاشة اللي في الوسط رح تشوف شاشة كبيرة في كل الفئات 12.3 إنش بتكون تتش تقدر تتحكم فيها باللمس أو عن طريق الدقمة اللي بتكون في الوسط واللي بيكون فيها الشورت كاتس إذا تحتاج مثلا تشغل الكاميرا أو تشغل مثلا الريديو من قريب من يدك بدأ ما تمد يدك للشاشة وحطت لك كل اللي تساعدك كقائد في السلامة والأمان وتمنع الاستدامة الأمامي وتمنع الاستدامة الخلفي واللي تحذرك بالخروج على المسار هذه حزمة التكنولوجيا اللي رح تأخذها من الامفينتي الجميل في الموضوع تصميم الطابلون أو الداشبورد خلوه ثلاثي الأبعاد رح تشوف جزء علوي ثم رح تلقى جزء اللي تحت اللي بيكون مقابلك وفي قصة الدياموند أو قصة الألماس نفس الشي بتشوفه على الكراسي الأمامية رح تشوف الخياطة اللي تحسسك ان الشغل هذا شغل متعوب عليه ونفس الوقت طريقة الخياطة الجلد اللي موجود في QX60 مأخوذ من العراقة ومن التقاليد اليابانية تجي للكونسول اللي في الوسط رح تشوف جير تقليدي يعطيك إحساس بالفخامة ويحسسك ان السيارة هذي شرحة وواسعة ورياضية وعائلية بنفس الوقت رح يكون عندك اكيد شاح اللاسلكي رح يكون عندك تحكم في الوسط رح يكون عندك ماكن تخزين في الوسط كاب هولدر رح يكون عندك الفينجر بريك كل الامور هذه صارت موجودة في الوسط طبعا لما تتكلم عن سيارة فخمة فأكيد انه لازم يكون فيه بانوراما وخلت البانوراما شكل السيارة هذه يرتقي الى مستوى اخر سواء كنت قدام او في الوسط او حتى في الخلف خلت سيارة هذه فعلا تكون شرحة واسعة وتحس انك لما تسافر فيها او تطع مشوارك تحس انك قاعد في مكان خارجي بدل ما انتو تكون مسكر داخل سيارة حتى الاضاءة الداخلية اللي حطتها الانفينيتي حطتها بدراسة بحيث انها تحسسك بدفء المكان اللي انت موجود فيه رح تطلع لك من الابواب من مقدمة السيارة او من الدايشبورد الامامي حتى الركاب اللي في الخلف رح تخليك تعيش كأنك في فندق خمس انجوم ولو بنجي للصف الثاني فرح يكون عندك خيارين يا انها تكون حق ثلاث كراسي او ثلاث ركاب او انها تكون الكابتن تشير ويكون فيه في الوسط كونسول الجميل في الموضوع ان قالوا بما ان السيارة هذي بتكون عائلية فلازم ان الكرسي ينصفط بطريقة معينة بحيث انك ما تضطر انك تشيل الكرسي حق الاطفال فبضغطة زر حتى لو كرسي الطفل موجود رح ينصفط الكرسي رح يقدرون يدخلون عيالك او اطفالك في الكراسي اللي بتكون فيه الخلف وترجع الكرسي بكل اريحية مساحات الكراسي الامامية ولا اروع مساحات الكراسي اللي في الوسط ولا اروع فعلا تحس انك راكب سيارة شرحة واسعة وجميلة جدا نفس الشي الركاب اللي بيكون في الصفة الثالث صارت اوسع من الجيل السابق وصار عندهم كل الفخامة اللي تتوقعها من سيارة الامفينيتي حتى الكراسي التكنولوجي اللي موجودة فيها دراسة جامعية تخيل في اليابان كانت عبارة عن دراسة انهم درسوا حركات الجسم وميول الجسم ويحاولون ان يكون فيه صفر ضغط على اي جزء من اجزاء الجسم فلما تركب فيها السيارة في كل الصفوف رح تحس باريحية فتقدر تسافر فيها اربعمية خمسمية او حتى الف كيلو متر بكل الاريحية ورح يكون عندك اكيد خيارات المساج الكراسي التهوئة التبريد حتى الكراسي اللي في الوسط رح يكون عندهم خيار ان ياخذون الكراسي التدفئة ولما تحتاج انك تركب معاك اغراض رح تمثلا محل وشريت اشياء لما تصفط الكراسي رح تلقى ان الكراسي كلها تصفط بكل الاريحية وتقدر انك تركب اغراضك للبيتك بكل الاريحية فما رح تشوف فيه كراسي مرتفعة ما رح تنصفط بشكل مطلوب او بشكل مضبوط هذه ميزة جدا جميلة ومو شرط انك تصفط كل الكراسي تقدر تصفط جزء وتخلي جزء فصارت مساحات التحميل في الخلف اكبر من الجيل السابق ولما تفتح الدب الخلفي رح يكون فيه مخزن سري تقريبا فيه 54 لتر اذا فيه شي تبي تخفيه مثلا وانت رايح البيت او رايح مشوار قبل تروح البيت تقدر تحطه هناك بدون ما حد يشوفه وهذا يعتبر اكبر من الجيل السابق تقريبا بـ 21 لتر واللي بيتكلمون عن التكييف واجوانة الصيفية الحارة فعندك ثلاث مكيفات ستاندرد او ثلاث زون او ثلاث اماكن تكييف منفصلة فيه للراكب الامامي وفيه للساق وفيه للركاب اللي في الخلف وبيكون عندهم تحكم في الخلف في التكييف من الاشياء الجميلة واللي بعض الشركات صارت تفقدها في تصميم الطابلون الامامي او الداشبورد اللي هو التحكم في التكييف في السيارة رح نشوف انها ابدعت الانفينيتي في سيارتها الQX60 رح نشوف انه فيه مكان مخصص للتكييف مو شرط انك تروح للشاشة علشان تشغل او تطفي او تتحكم في التكييف هذه جدا مهمة بعض الشركات صارت تدمجها في الشاشة ويكون التحكم فيها بيكون الى حد ما صعب هنا رح يكون عندك تحكم في التكييف حار بارد التحكم في الكراسي حتى التحكم في بعض الاجزاء او بعض الشغلات اللي تحتاجها مثلا في الرياديو ما يحتاج انك تروح للشاشة اللي فوق المحرك اللي هو القلب النابض ال VQ 3.5 ال 6 سلندر التنفس الطبيعي واللي يعتبر ايقونة النيسان وايقونة الانفينيتي والمحرك اللي اخذ جوائز عالمية اللي يعطيك احلى اداء احلى صوت وممتع في القيادة وفي الاستجابة فما بالك انك تربط هذا المحرك مع غير تماتيك من 9 سرعات ره يعطيك 279 حصان و350 نيوتن متر العزم هذه القوة اللي انت تحتاجها في قيادتك اليومية او انك مسافر عندك محرك يشيل السيارة ويشيل الركاب اللي موجودين فيها بكل الريحية والشيء الجديد مع هذا المحرك وهذا القير اللي يعتبر قير جدا قوي عندك امكانيات القطر اللي وصلت الى 6000 باوند او تقريبا 2700 كيلو فتقدر تأخذ سيارتك الانفينيتي الانفينيتي هذه محرك محرك امامي مبنية على شاصية دفع امامي ولكنها دفع رباعي النظام الجديد تقدر انها تدف الى 50% من القوة الى المحور الخلفي ومو بشرط انه يكون فيه ويل سبين او ان الكفرات او التوائل الامامية انها تصير تقحس او انها تفقد اتراكشن او تفقد ملامستها للارض لا من كثر من النظام هذا ذكي يقدر انه يرسل الpower او الطاقة للمحور الخلفي بحيث انك ما تحس بالحركة بين المحور الامامي والخلفي هذا الشيء الاول الشيء الثاني فيها انظمة كهربائية تقدر انها تتحكم في توزيع الطاقة بين المين واليسار او اللي سمونا ال المتد سلب دفرنشل عن طريق البريكات لو كنت في اماكن زلق او اماكن ثلوج او اماكن فيها مياه وفي زلق فما عندك اي اشكالية سيارة هذه راح تقدر انها تطلعك بكل الريحية وفعلا في اشخاص جربوا سيارة هذه في اماكن برية وبهرتهم انها قدرت تطلع من اصعب الاماكن طبعا بشرط انك ما تحك سيارة من تحت مع انها مرتفعة وارتفاع هيعتبر جيد كسيارة عائلية الا ان النظام الدفع الرباع اللي موجود فيها السيارة فعلا متعوب عليه من الانفينيتي يعني يبيلك يبيلك تجربة علشان تصدق الامكانيات اللي اشتغلت عليها الانفينيتي طبعا اشتغلوا عليها السنين في اماكن ثلجية في اماكن فيها جو حار جو بارد في اماكن التراكشن فيها يكون جدا صعب وعدة كل الامور هذي بكل سلاسة واذا بنتكلم عن انظمة مساعدة الساق والبرو بايلوت اللي هو مساعد القائد او مساعد الكابتن فعندك شاشة امامية او البروجيكتر او الهدب ديسبلي تقريبا حجمها عشرة انش وتعطيك المعلومات المهمة رح تساعدك السيارة هذي انك ما تطلع من المسار او تحدك لما تقرب من السيارة حتى انك وقفت وتبي تمشي فالنظام هذا رح يبدأ يشتغل معك الى 30 ثانية مع الرادار الامامي اللي كان فيه بعض السيارات او في الجيل السابق مجرد ما توقف مجرد ثواني رح يفصل معك فتضطر انك تدعس او انك تدوس بنزين في الجيل هذا الى نص دقيقة ما عندك اشكالية ما هو شرط انك تبدأ تدوس بنزين او انك تحرك السيارة من نفسها هي رح تتحرك حتى المراية اللي في الوسط اللي بتكون للساق واللي مهمة لو فيه اطفال او فيه اغراض محملها في السيارة فبدل ما تقول يا فلان وخر ويا فلان وخر تقدر انك تشغلها وتكون كاميرا خلفية والوضوح فيها جدا ممتاز وحجمها جدا ممتاز ممكن نهتغنيك عن التقليدية وعشاق الساوند سيستم نعرف تعاون الانفينيتي من زمان مع بوز وهالمرة تعاونوا وحطوا لك 17 سبيكر او 17 سماعة فيها السيارة وساوند سيستم ولا غلطة يخليك انتو عائلتك تستمتعون في رحلتكم سواء كنتوا تستمتعون في فيلم او كنتوا تستمتعون في قصة داخل السيارة العزل من الشغلات اللي اشتغلت فيه الانفينيتي بحيث انه يوفر لك اقصى درجات الراحة والهدوء داخل السيارة واذا بنتكلم عن الفئات اللي تجي في الكويت فعندك اللوكس وفي عندك السنسوري وعندك اعلى فئة اللي بيكونها سقفها اسود وشكلها فعلا مميز اللي هو الاوتوغراف وفعلا السيارة هذه ولا غلطة وبما انه في رمضان فرح يكون فيه عرض للي في الكويت من الباطن وعرض مميز وممتاز للي رح ياخذ السيارة هذه في رمضان رح يحصل على ثلاث اشياء مهمة خمس سنوات ضمان وخمس سنوات مساعدة على الطريق وخمس سنوات صيانة مجانية تشمل البريكات والديسكس والسفايف في سيارتك فنقدر نقول عندك خمس سنوات وانت مريح بالك اعتقد العرض هذا انه جدا ممتاز فعلا يحتاج انك تمر الوكيل او اقرب صالة عرض موجودة يمك وتشوف السيارة وتجربها وتراجع نفسك وتشوف وين وصلت الانفينيتي وين وصلت في الفخامة ومثل ما قلت في بداية الحلقة واكب حياتك باناقة وفعلا السيارة هذه انيقة اتمنى انكم استمتعتوا معاي في حلقة اليوم عن الانفينيتي الـ QX60 واللي تغيرت بالكامل واللي ابهرت الكثير على مستوى العالم وشوفكم ان شاء الله في حلقة قادمة غدا مع سيارة جديدة وفمان الله